السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين واحد تموز يوليو طبعا اللي بده جدول خلو المسار وتواجد القمر والأيام اللي تصلح للعمليات الجراحية أو التجميل أو التي لا تصلح والأيام السعيدي والأيام المنتحسة وأيام مكوث القمر كلها موجودة صارت بصندوق الوصف من يومين ولكن اليوم عشان بداية الشهر أذكرها القمر الآن موجود في برج الثور استقر تماما ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة من بعد عصر يوم الغد الثلاثاء القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر الآن بما إنه استقر في برج الثور معناته بالفترة هاي منصبح أكثر حذرا ومن ميل أحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا ولا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر دائما في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو بيع عقار أو استئجار عقار أو حل قضية عقارية أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اتلقى المساند والدعم من الأصدقاء من التجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة أربعة وثمنتعشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحل استعادة نشاطنا من جديد والأشخاص اللي بيكونوا محبطين عاطفيا هذول عند أي انتقاد أو عند أي كلمة أو مواجهة بثورة ثورة عارمة من الغضب هاي الزاوية بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار والتصرفات وما منحسن التحكم بإنفعالاتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية طبعا زاوية قوية جدا رح تكون ذروتها ساعة ستة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت درينيتش يعني بتخالف الزاوية الأولى لأنه الزهرة لأنها سعيدة أكثر ولكن اقتران المريخ عند بعض الأشخاص بيعمل مشاكل مفاجئة ممكن تصل لحد الفراق وهي زاوية بتعزز علاقة لبعض الأشخاص بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر معهم وبالتالي بنجحوا بتعزيز العلاقة معهم هاي الزاوية تحديدا تعطي دفعا للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن ننعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل أي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة تسعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطر على الذات والثبات والحذر وابتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء تحديدا ولكن عمليات صغرى مراجعة طبية فحوصات أخذ علاجات ما في أي مشكلة طبعا أن العنق الحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم أما باقي عضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر في برج الثور خلو المسار يوم الغد الثلاثاء رح يبدأ الساعة 3 و 42 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش وبينتهي الساعة 3 و 49 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن بدأ انحسار الهلال عمره 25 يوم الآن الساعة 11 و 12 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيش منبدأ في اليوم الست وعشرين نسبة الإضاءة تسعة عشر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة سبعين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الثور حتى يوم اثنين سبعة منتحس الآن بنسبة خمس وعشرين في المية ساعات الصباح منتحس بنسبة عشر في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة 5% ساعات العصر منتحس بنسبة 40% عطارت في السرطان حتى يوم 2 سعيد بنسبة 60% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سعيد بنسبة 60% المريخ في الثور حتى يوم 20 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب وبيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا مهنيا عاطفيا وما تضيع الفرص ووظف طاقتك الكاملة اليوم والبناءة وذهنك تركيزك لو وضح حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح وحاول تستغل هذا اليوم بكل طاقتك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا فقدكم اليوم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادر لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة وما بيستطيع أي شخص منافستكم بتطوي صفحة من الماضي بترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية وبرضو على المستوى العاطفي منتاز جدا لتعزيز العلاقات مع الأحبة برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا يعتبر هذا اليوم ما زال القمر موجود في بيت المتاعب يتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني أنجزوا ما بوزعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بسود نوع من أنواع الهدوء والملل تراوح أمالك مكانها ممكن تخيب أمالك لسبب أو لآخر أو لوعد بوعدك فيه شخص وما بوفي فيه لا توقع على عقد أهم شيء ولا تحسم أمر انتظر لعصر يوم الغد لا يوصل القمر لعندك لا تتغير الأجواء وحاول أنك تعمل بشكل روتيني برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتسعدوا من لقاء الأصدقاء اليوم وتعاونهم معكم وكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض المعارف اجتماعيا وممكن تحصد تأييد لا بأس فيك أهم شيء أنك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر وبتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي أهم شيء أنك اليوم تحاول تنجز كل عمالك قبل عصر يوم الغد لأنه يوم الغد القمر رح يوصل لبيت متعبك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم يعتبر مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم برضو بيحققوا النتائج ممتازة جدا وبتحمل لك هاي الفترة بعض الضغوط على عدة أصعاد لأنه زاوية تربيع مع برجك فعشان هيك بتكون فترة فيها نوع من أنواع التوتر ممكن يكون فيها مواجهة أو ارتباط مهم وهذا الشيء ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر فحاذر العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم يعني ممكن يصلكم خبر من خارج البلاد أو من بعيد أو من جهة أجنبية أو خبر أنتو بتنتظروه وبتنجحوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم بتطمئن خواطرك في هاي الفترة ممكن ترغب بخد تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو دراسة أو عمل جديد أو مجال ما يعني فترة ممتازة على كل الأصعيد لازم تستغلها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي لوصلها بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد لا تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام فترة جيدة لحل بعض المسائل المالية لإلها علاقة ببنك ضريبة تأمين مطالبات ميراث أشياء من هذا القبيل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدكوا تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم لأنه ممكن شويه يكون في بعض الضغوط لأنه القمر زي ما حكينا موجود مقابلك تماما فبدك تحاذر من تأزيم أي خلاف تكون حذر وتنتبه لهذه النقاط ويكون كلامك واضح تفادي لأي التباس أو سوء تفاهم وحاول إذا شفت في مشاكل تبعد عنها تماما لأنه انتطاقتك ما بتسمح لهذه الأمور برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل لأنه عندكوا قدرة على إنجاز الكثير من عمالكم أهم شيء أن تنظموا جدوى الغذاءكم تأخذوا قسط من الراحة ممكن تلاحقك الاتصالات الكثيرة أو تكثر عندك المسؤوليات العائلية أو المهنية أو الصحية أهم شيء أنك تنظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك أهم شيء أنك ما تشك بنفسك وحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل عصر يوم الغد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بترغبوا في التقرب من أحباكم اليوم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو الاهتمام بالذات أو اهتمام بمظهركم ولكن حاولوا أنكم تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي ولكن عندك تتجنب الانتقادات وتسعى لتلطيف الأجواء ابتستهعيد صفاء ذهنك ممكن تفاوض بمهارة أكثر حاول إتمام العقود والصفقات التجارية إذا عندك هذا الموضوع برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية وبإمكانك أنك تخصص فترة من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء جيدة ودعملة إليك بشكل قوي ولكن حاول أنه ما تدخل بخلافات أو صدامات عائلية إلى أنه الجو العام ضاغط وفيه مسؤوليات كبيرة ممكن أعطال التزامات مناسبات وممكن تكون على إرتباط مهم ما بجوز فيه الفشل وإحذر من المصاريف المنزلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم نشاط عالي جدا حتى بالسيارات والأجهزة الإلكترونية اليوم ممتاز جدا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم أيضا نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أو تعزيز العلاقة مع الأحبة أو لقاء الأحبة أو الحوار والنقاش مع الأحبة أو مصالحة الأحبة وبتتمتع اليوم مقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهمش أنك ما تسكت اسمع صوتك ننظم جدول أعمالك تفادي الإهمال أو التقصير وحاول أنك تخلي علاقاتك ممتازة وكلامك واضح واسعى للإنبساط أكثر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر